المؤشر العالمي للأمن السيبراني ما هذا؟ تمام المؤشر العالمي للأمن السيبراني الجي سي آي اللي هو جلوبال سايبر سيكوريتي اندكس ده مؤشر بيصدر من الاتحاد الدولي للاتصالات الـ ITU هو وكالة تابعة للأمم المتحدة الهدف منها تحسين وتنظيم الاتصالات وكومينيكيشن والسايبر سيكوريتي على مستوى دول العالم كلها فده مؤشر عالمي رسمي بيصدر من جهة رسمية بيطم أغز عدة معايير علشان الدول تحصل على النقاط تمام ايه يبقى أبرز هذه المعايير فانا؟ أبرز هذه المعايير فيه خمس عواميد أساسية أو محاور أساسية للمؤشرات حاجات قانونية وتكنولوجية ودولية أهم هذه المعايير اللي مصر قدرت تحقق فيها النجاح الأول نقول بس ان مصر كانت تحصل على 95.48% نقطة في المؤشر اللي فات المؤشر بيطلع كل سنتين سنة دي حققنا 100 نقطة الميت نقطة دول احنا نفس النقاط اللي محققاها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا واليابان تمام؟ وده طبعا شيء يدعو للفكر والإمارات طبعا هم بيصنفوا الدول تير تير وان تو سري تير وان من 95 لحد ميت نقطة فرنسا مسلا والمانيا على سبيل المثال معانا في تير وان ولكن هم أقل مننا في النقاط تير تو جاية فيها الصين وروسيا والهند أنا بدي طبعا في دول كتير بس أنا بديك أبرز الدول اللي احنا بنسمع عنها فان احنا نتخطى دول بحجم صين وروسيا وفرنسا وألمانيا ونتساوى بأمريكا والولايات المتحدة البريطانية المملكة البريطانية ده في حد ذاته يعني إنجاز كبير جدا جميل أنا عشان أوصل للميت نقطة عملت إيه؟ عملنا إيه؟ الميت نقطة أو المسؤول عن الموضوع ده كان في مصر المؤسسة الإيجي سيرت أو اللي هي إيجيبشيان كومبيوتر إيمرجنسي ريدنس تيم هي طبعا للهيئة المصرية تنظيم الثلاث عملت العديد من النقاط علشان نحصل أول نقطة بتهتم بها المؤسسة اللي هي الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني تمام؟ إحنا قدرنا نحسن الاستراتيجية بتاعتنا برؤية 20-23-20-27 قدرنا نستخدم أبحاث جديدة في مجال تأمين البيانات والذكاء الاصطناعي والإنترنتوبسينكس ده أول محور تاني محور وده كان مهم جدا الاستجابة للطوارق والحوادث السيبرانية مصر تمتلك الآن خمس فرق بتضم فوق الميت متقصص شغلتهم الأساسية على قدر عالي من الجودة إنهم بيستجيبوا للطوارق أنشأنا مركز الطوارق للهجمات السيبرانية وقدرنا بالفعل نتصدى لألف وخمسمائة حدثة في السنة اللي فاتت مقرارة بألف حدثة في الفترة القبلها تالت محور بيتم التقييم على أساسه التعاون الدولي مصر نجحت في آخر سنتين إنها تنضم لثمن اتفاقات دولية جديدة ووقعت عشر مبادرات مع المؤسسات العالمية مقرارة بخمس مبادرات الفترة القبلة البندل بعد كده بيجي اللي هو التدريب والتطوير إحنا قدرنا نعمل ستين ورشة عمل لتدريب ألفين متخصص مقرارة باربعين ورشة عمل الفترة القبل كده وقدرنا نستخدم الزكاء الاصطناعي في تدريب السيبر سيكوريتي وده أدى إلى تطوير النظام بنسبة 30% النقطة رقم 5 التشريعات والقوانين إدارنا في السنتين اللي فاته إن احنا نعمل تحديثات لعدد خمس قوانين وتشريعات في امتين نقطة خاصة بالأمن السيبراني واستحدثنا أربع عليات جديدة علشان نعزز التأمين السيبراني ونتوافق مع المعايير العالمية والدولية النقطة رقم 6 وده من النقطة المهمة جدا اللي هو رفع البنية التحتية للأمن السيبراني مصر وقعت السنة دي في مايو اتفاقية مع شركة هواي العالمية لرفع مستوى الأمن السيبراني وتدريب الكفاءات والكوادر واستثمارة مايوازج 50 مليون دولار في البنية التحتية ده أدى بشكل كبير إن احنا نقدر نتصدى للهجمات السيبرانية اللي احنا قدنا عليها في أول نقطة